السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الاثنين سبعة تشرين الأول أكتوبر القمر اليوم موجود في برج القوس ورح يظل موجود في برج القوس لغاية الساعة تسعة وثمانية وثلاثين دقيقة صباح يوم الأربعاء بتوقيت جرينج القمر الآن موجود في منزلة الشوالة وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة حتى تمام الساعة ثمانية ودقيقة صباح اليوم الاثنين بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق وبما أن القمر اليوم موجود في برج القوس معناته تأثير هذا اليوم على جميع الأبراج إننا بنشعر بالارتياح والسعادة والنشاط ومنلتقي بأناس أكثر سعادة وبنتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية اللي بنكتسبها من وجود القمر في القوس وبيتحول تفكيرنا على عالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازات وممارسة الرياضة والخروج في نزهات ويمكن اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هذه الفترة ممتازة للأعمال التجارية بالنسبة لهذا اليوم طبعا ما في زوايا فلكية متشكلة إذن منقدر نسمي القمر مش محترق أو إنه خالي الاتصال اتصالاته اتصالات منفصلة مش اتصالات متصلة فإذن تأثيرات القمر بتكون ضعيفة بشكل مباشر بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعا عندنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا دون الأعضاء اللي ذكرناها ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج القوس قلو المسار القادم بيكون يوم الأربعاء بيفدأ ساعة خمسة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة تسعة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الآن هو الهلال عمره خمس أيام الساعة سبعة وستة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بنبدأ باليوم السادس نسبة الإضاءة 22% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 22% سعيد بنسبة 60% الآن ساعة العصر سعيد بنسبة 70% القمر في القوس حتى يوم 19% سعيد الآن بنسبة 15% ساعة الظهر منتحس بنسبة 10% ساعة المساء منتحس بنسبة 40% عطارد في الميزان حتى يوم 13% سعيد بنسبة 15% الزهرة في العقرب حتى يوم 17% سعيد بنسبة 45% المريخ في السرطان حتى يوم 14% سعيد بنسبة 45% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19% يعني بعد يومين بعدين بيبدأ بعملية التراجع منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم 12-10 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة أو السفر أو الاتصالات الكثيرة اللي بتكون عندكم لاسية مالبعيدة أو مع أشخاص خارج البلاد وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم تستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر وبتكون الفترة هاي دينماكية جدا نشطة جدا وبتشكل لك محطة للانطلاق بورشة أو عمل جديد برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم التركيز على البيت الثامن يعني تركيز على الأموال المشتركة فبتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة حسن أداءك، فاوض بمرونة استفسر عن كل المعطيات حاول إيجاد حل وسط وحاذر من المواقف المتصلبة وما تكون قاسي مع أحبائك وما تهمل واجباتك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا القمر اليوم مقابلك تماما فإذا هذا اليوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكن بدك تتجنب الغضب والانفعال وما تخلي أي شخص يعني يستفزك أو يثير انفعالك احمي سمعتك، ما تشوهها عليك خوض الامتحان قبل الحصول على الجائزة يعني بمعنى آخر بدك تكون مرن، عقلاني، هادئ وتحامل على نفسك شوي لتمضي هاي الفترة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وأيضاً بدك تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم كونوا واضحين في أولوياتكم ما تخلي أي شخص أو أي شيء يثير انفعالك أو غضبك نظم وقتك بشكل جيد التزاماً منك بالواجبات والمسؤوليات واحترم المواعيد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم بترتفع المعنويات ولكن بدك تكون أكثر مرونة ممكن تحقق إنجاز مهم وبتنتعش عواطفك بشكل كبير اليوم وبتشتد الروابط متانة وثقة أيضاً اليوم ممكن يكون لك تعامل مع أحد الأبناء أو شيء يتعلق بأحد الأبناء أو الأحبة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بغسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وبتكثر الضغوط والمتاعب هذه فترة فيها نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلي لأنه شوي ممكن تظهر بعض المشاكل أو الخلافات أو الأعطال المنزلية اللي تثير إنفعالك حاذر الخلافات والمشاعر السلبية لأنها ممكن تعاكسك الظروف وهذا شيء ممكن يسبب لك نوع من أنواع الإرباك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطوا بالسفر للتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجتياز امتحان أو مقابلة أو حتى تنقلاتكم بتكون مثمرة وبإمكانكم تعزيز العلاقة مع أخ أو جار أهم شيء إنك تنتبه أثناء قيادتك للسيارة وأثناء حركتك صحيح إنها فترة ما يعني تكثيف التحركات فيها بتناسبك وممكن تعبر عن أراك بحرية وجراءة تامة وبتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حاذرين في النفقات امتنوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن هيك تخطط لمرحلة جديدة أو لا فكرة جديدة أو تحدد أولويات أو ميزانية مالية لشيء معين وبعضكم ممكن يتلقى هادية أو ممكن تقدم على استثمار ولكن في مصاريف منزلية طارئة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبير اليوم وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادر لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية وبطالعك هاي الفترة أو هذا اليوم على خبر بيكون بمثابة إشارة أو خبر تنتظره أو انطلاق جديد أو بداية شيء جديد فهي الفترة تعتبر فترة نشطة وحماسية وممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع ما برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر اليوم موجود في بيت المتاعب لا يومين قادمات فيجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم حول أنك تستريح وما تعرض نفسك للمسؤوليات الكبيرة والصعبة والفارغة وخفف وطيرة عملك وما تحسم أمر وما تنجرف وراء الأفكار السودة والهواجس اللي ممكن يعني ما تكون لصالحك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمنية بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم مش إنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة أنت بحاجة للنصيحة بانتظارك لقاء أو موعد ناجح ومميز أهمش إنك ما تهمي الواجباتك وكون منظم ودقيق برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم بإمكانكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة وممكن تغار على مصالحك هذا اليوم ممكن يكون يا أسوأ يا أنجح أيام الشهر لأنه هذا بيت السمعة لأنه فيه أشخاص ممكن تجيها ترقي أو ترفيعات وفيه أشخاص ممكن ينطردوا من عملهم بسبب تقصيرهم أو مشاكلهم فعشان هيك هاي الفترة تعتبر ثقيلة على الأعصاب والمعنويات أهمش إنك ما تتذمر على مسمع من أحد وأصبر وما تفتعل أي مشاكل ويمعد عن المغامرات والمجازفات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر